الآن أرحب بدكتور فايز الدواري الخبير العسكري والاستراتيجي معنا من عمان دكتور فايز أهلا بك كيف تقيم الأداء العسكري للمقاومة الفلسطينية مقارنة مع الجولات السابقة؟ يعني هذه هي الحرب الرابعة 2012 بدأت من حيث انتهت 2080 و2014 بدأت من حيث انتهت 2012 والآن تنتهي أو بدأت 2021 من حيث انتهت 2014 منحنى أداء المقاومة هو منحنى الصاعد في هذه الحرب هناك تم الكشف عن أربعة أسلحة نوعية صاروخ A120 صاروخ أياش 250 صاروخ عفواً طائرة درون والآن عن الغواصة أو التوربيد الذي يحمل المتفجرات هناك أداء متميز بالتغلب على قدرات القبة الحديدية إسرائيل تسعى لتحطيل إرادة القتال كهدف استراتيجي والقضاء على القدرات العسكري للمقاومة كهدف عملياتي والقضاء على الأنفاق كهدف تكتيكي لم يتحقق أي منها لا بل نحن الآن نتابع ضربة بضربة قد تكون الضربات الإسرائيلية أكثر إلاماً أكثر وحشية أكثر دموية تدمر البناء التحتية لكن المقاومة تقدم أفضل ما تستطيع وهي أسبعة نجد من حيث الردع مقابل الردع نعم أعذر أن دكتور فايز فقط أود أن أشير إلى هذا الخبر العاجل جو بايدن الرئيس الأمريكي يقول أنه سيتحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو خلال الساعة المقبلة أفضل دكتور بالنسبة لما ذكرت من أسلحة جديدة دخلت على خط المعركة ألا يعلم الشباك بوجود هذه الأسلحة والصواريخ لدى حماس لو كان يعلم بها لاتخذ أجراء ولا أعاد الحسابات هو كانت تصوراته بناء على 2014 لأن غزة دخلت في مرحلة الحصار والخنق التام من منتصف 2013 بعد الإطاحة بالرئيس مرسي تم إغلاق الأنفاق تم إغلاق كل شيء وبالتالي كانت قراءة الشباك كما أظن وأعتقد أنها الآن حماس خلعت عذافرها ولا تستطيع أن تضيف شيئا بما كان بين يديها لكنها تفاجأت وكما تفاجأنا نحن كمتابعين تفاجأ مدير الشباك والشيم بيت والموساد وحتى رئيس الأركان ورئيس الوزراء وبالتالي نحن نترقب ما يقول أبو عبيدة لأن مصداقيت لدينا ولدى الشارع الإسرائيلي ارتقت على مصداقية نتنياهو ووزير دفاعه نعم دكتور بالنسبة لقدرة المقاومة الفلسطينية على الاستمرار والمضي في هذه المعركة إلى أي حد يبدو مداها والله أبو عبيدة بلغ الجميع وقال نحن مستعدين لستة أشهر قادمة لنعتبر أن في تصريحه نوع من البث الرعب لكن لا أعتقد أن هناك شعر في مفزوناته وموجوداته وتستطيع أن تخوض عسابيع قادمة من حرب مستمرة على نفس السوية والوتيرة نعم ولكن لو أنت المطلع أكثر على تطورات الأوضاع العسكرية من حيث عدد الصواريخ التي تمتلكها حماس وبالطبع لا نعرف عددها لكن من حيث التقديرات هل تستطيع حماس والفصائل الفلسطينية المضي في عملية مداها أو قدرتها ممكن أن تستمر إلى ستة أشهر هذا ما قاله أبو عبيدة التقديرات التقريبية تتراوح حماس لوحدها تتراوح ما بين سبعة إلى أربع عشر ألف صاروخ أطلقت حماس منها ألف صاروخ فإذا أخذنا الحد الأدنى أمامها ستة أسابيع قادمة لأنه الآن دخلنا على وشق اليوم التاسع وأطلقت ألف من أصل سبعة إذا قلنا من أصل أربعة عشر معناته أمامها ثلاثة عشر أسبوع إذا ذهبنا لكلام أبو عبيدة أمامها أربعة وعشرين أسبوع نعم البعض يتساءل من أين أتت الفصائل الفلسطينية بهذه الصواريخ وكيف طورتها والقطاع محاصر الآن من أين أتت هناك أكثر من طريقة عندما قلنا تم خنق غزة لا يعني الخنق بالمعنى المطلق كان هناك لا يزال مجال لإدخال بعض المواد وإن كانت بصعوبة لكن إذا عدنا قبل سنتين تم اكتشاف سفيني غارقة محملة بالمتفجرات قام الغواصين من حماس ونشر الفيديو وقاموا باستخراج القذائف القديم المتهالكة التي تعود للحرب العالمية الأولى وإعادة تدوير المتفجرات التي بها إذن هناك أكثر من طريقة للحصول عليها وبالتالي الحشوات مختلفة ما بين سائلة وما بين صلبة بالنسبة للصواريخ وبالتالي في منها ما يمكن تصنيعه من مواد في السوق ومنها ما يمكن الحصول عليه من خلال عمليات التهريب أو من خلال التزويد سواء إيران أو غيرها لأن هناك إشارة إلى أن إيران ساعدت وتساعد نعم طيب بالنسبة لإسرائيل طبعا من ضمن خططها القيام بعملية برية متى يمكن أن تقدم عليها العملية البرية في حال إخفاق العملية الجوية بالمطلق والعملية الجوية في طريقها للإخفاق لكن هناك ضغوطات من الشارع الإسرائيلي وحتى من العسكريين على نيتنياهو وعلى الطاقم السياسي للكابنت المصغر بإيقاف الحرب في هذا اليوم كان هناك احتمالية عقد إلقاء كلمي لنتنياهو ليتحدث عن الإنجازات بس عندما وضعت المعلومات أمامه كانت الإنجازات أقل من أن يخرج ويخاطب الشارع الإسرائيلي لكن السؤال إذا أرادت إسرائيل أن تقوم بالحرب البرية قد تقوم بها ولكن هل تستطيع حكومة نيتنياهو أن تتحمل فاتورة التكاليف الباهضة المتوقعة من قتلى من أسرى من جثامين لا أعتقد ذلك وإذا حصلت ستكون محدودة نقلا عن القناة الثانية عشر الإسرائيلية هناك أيضا أنباء عن تفاهمات بين نيتنياهو وغانس لتشكيل حكومة مشتركة بعد انتهاء مدة تفويض يائير لبيد بالتالي يبدو أن نيتنياهو حقق هدفا سياسيا من وراء العدوان الإسرائيلية على غزة بالتالي يريد تحقيق هدف أيضا نيتنياهو